سيخوض فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم يوم الأحد مقبل دهاب نهائي عصبة الأبطال الأفريقية أمام مضيفه نادي الأهل المصري بكامل عناصره الأساسية ويبقى التنائي متوسط الميدان يحيى زبران والمدافع أبو الفتح مهددان بالغياب عن إياب نهائي دور أبطال الأفريقية في الدار البيضاء بسبب البطاقات الصفراء وتحصل التنائي الوداذي على بطاقتين صفراويتين لكل واحد منهما ومشاركتهما في إياب هذه البطولة شريطة عدم تلاقيهم بطاقة صفراء جديدة في مباراة الدهاب بمصر لكل واحد منهما